قدائف المدافع لا تزال مستمرة في محافظة الجوف ورقعة الحرب تتسع يوما بعد آخر دون توقف هكذا هو المشهد العسكري في المحافظة اشتباكات متواصلة في جبهات عدة حيث تسعى الميليشيا إلى فرض سيطرتها على الأرض بعد تراجعها في العديد من الجبهات تجددت الاشتباكات خلال الساعات الماضية بمعارك عنيفة في مناطق عدة بمديرية المتون غرب المحافظة وخلفت قتلى وجرحة من الميليشيا بينهم قيادي ميداني المناطق المحيطة بمعسكر حام هي الأخرى شهدت اشتباكات عنيفة يسعى من خلالها الجيش والمقاومة إلى إحكام السيطرة عليه نظرا لأهميته الاستراتيجية ويعد السباق في هذه المحافظة لبسط السيطرة على كامل مناطقها مكسبا عسكريا وانتصارا له تبعات على كافة جبهات القتال الأمر الذي قد يسهم في تسارع المعركة لطرق أبواب عمران والعاصمة صنعاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر